في مستهل اجتماعه التاسع لهذا العام استعرض المجلس البلدي بمحافظة الداخلية ما اتخذه المجلس بشأن توصيات الاجتماع السابق وخاصة فيما يتعلق بتخصيص اجزاء من مساحات اراضي المجالس العام للاستثمار وتفعيل فرق عمل ميدانية لتعزيز دور الطب الوقائي على مستوى ولايات المحافظة وتوصيات لجنة الشؤون القانونية بالمجلس في شأن عدد من المواضيع التي بحثها المجلس في اجتماعه السابق في اجتماع المجلس البلدي التاسع بمحافظة الداخلية تم استضافة مدير رائرة الأوقاف بمحافظة الداخلية مناقشة بعض المواضيع المطروحة سابقا من قبل العضاء التي تتعلق بالمال العام وكذلك بالأوقاف أيضا تم استعراض الجدول الاجتماع السابق والمواضيع التي تطرق عليها وما تم الاتفاق عليه عادة ما يناقش المجلس أيضا بعض المواضيع الأخرى المتعلقة مثلا بوزارة السكان بتخصيص بعض الأراضي المختلفة لاستخدامات مثلا كالمساجد والمناطق الصناعية وكذلك حل الخلافات القائمة على هذه الموضوع المجلس ناقش كذلك مواضيع تتعلق بتعزيز مستوى الخدمات التنموية في مختلف ولايات المحافظة ومن أبرزها مقترح إقامة سوق مركزي بولاية بدبد وتنظيم وقوف حافلات النقل في منطقة فرق بولاية نزوة ومقترح تخصيص قطعة أرض لإنشاء سوق مركزي للخضار والفواكه على مسار الشارع العام نزوة جبرين إلى جانب الوقوف على بعض الأنشطة التجارية في المحافظة ما تم في الاجتماع إصدار تنظيم أنشطة المجمعات الاستهلاكية والمركزية التجارية يتمثل في شأن تنظيم مزاولة أنشطة المجمعات الاستهلاكية والمركزية بأحكام اللوائح القانونية وخصص المجلس في جدول أعماله مساحة لمتابعة العرض المرئي الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية حول مبادرة الحملة المجتمعية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على توصية سابقة للمجلس سعيد بن ذيب الهنائي محافظة الداخلية